من فلسطين قصتنا لليوم كتبت فصولها بكل تحدي جمانا غيثة التي أصيبت بسرطان لكنها تحملت وتحدت وعافرت حتى كتب الله تعالى لها الشفاء منهم اليوم انتصرت جمانا على مرض السرطان بكل ثقة بكل أمل وبكل هدوء لتكتب وتحكي قصتها لتكون عبرة ومثالا لكل النساء من حول العالم لأن هذا المرض أو سرطان الثدي يعتبر من أشد أنواع السرطانات فتكا بهن لنتابع قصة جمعنا اكتشفت مرض السرطان في شهر 3-2019 في وقت الكورونا يعني عزمة الكورونا الإغلاقات في كتلة كانت في سدي الأيمن حسيت فيها أول شيء عجلت الموضوع لمدة شهر قلت ممكن إشي عارض ويروح بس حسنت الكتلة عم تكبر شوي شوي عم تكبر توجهت أول شيء لإغلاقات كله ما في محل حتى أنا بالنسبة إلنا المركز الرئيسي إلنا كمريضات سرطان مركز دنيا مركز دنيا قال لي إنه رح نفتح لك المركز أساس إنه نشوفوا يتأكدوا إنه يفحصوا عينة ويشوفوا الدكتور عملوا لي أشعة وعملوا لي فحص بيّن بعد بفترة إنه هذا كونسر هلأ شوي شوي بدهم يخبروني إنه كونسر أنا أول إشي عملت عملية على أساس إنهاء التهاب متحوصل في مستشفى الاستشاري بس لما دكتور يفتح الثدي وشاف اكتشف إنه هذا كونسر فهو بدي يخبرني دكتوري إنه أنه أنت معاك كونسر طبعا كان يعني الخبر بالنسبة إلي صح صدمة بس إنه دايما بعتبر هذا المرض منحة منحة من الله مش محنة أنا في طور العلاج الهرموني أنهيت العلاج الكيميائي والإشعاعي الحمد لله رب العالمين بدأت أسعر بإنه جسمي متعافي والحمد لله رب العالمين بستعيد سحتي شوي شوي فيه إشي دايماً بحب أحكي للستات إنه يعني ما ما في بديل عن الفحص المبكر وما في حدا ممكن يقول أنا أنا مش ممكن ممكن أمرض أو ممكن إنه أي أي إشي حاسة إنه في إشي في جسم هالوحدة مش طبيعي إنه في إشي غا يتوجه الفحص المبكر لأنه دايماً بحكي هو السبيل للنجاة وبعد بعد يعني يعني إرادة ربي العالمين كل الاحترام لوزارة السحة أنا دايماً بحكي إنه أنا بعرف قديش على عاطقها بوقع مريض السرطان قديش بكلفها على ميزانية وزارة السحة بعرف إنه كتير بكلفها ترجمة نانسي قنقر